الناس أنا عندي علماء من الأرصاد الجوية في الأرصاد الجوية وفي ومن الجامعات المصرية شغالين على داتا حوالي أكثر من خمسين سنة عشان يشوف نص قرن؟ أعم يعني أنت بل تشغال على نص قرن من تجارات المناخية في مصر؟ عشان يقدر يقول لك هل حصل تغيير في وصف الناخ مصر؟ طيب لو حصل إيه هو جديد؟ أعم فلو أنا ما اتكلمت وقلت حصل كده بقى يعني طبعا بس بقى هم هو ده ما ينفعش طبعا لأن هم هكونوا قادرة مني بعد بالذات إنه ما يبقى قدامه البيانات كلها بقى خمسين سنة أعزم يقدر يقدر اللجنة دي كم عضو؟ آآ عندي من الهيئة خمسة ومن الجامعة خمسة خمسة هنا عشر عشر آآ برئاسة سيادتك آآ عزيم عيد الدين بتشتغلوا على تغييرات المناخية الرصد خلال خمسين سنة بالزبط كده عشان يقدر يوصف لي في الهيئة وقت الناس مقدر وأيضا بدايات الفصول لأن أنا من خلال من خبرتي وأنا بشتغل بجد إن الفصول بدأت بتدخل تتغير خالص يعني ما يجي مثلاً أقول الصيف آآ واحدة الشيطة هنا هبص ألاقي قبل إسبوعين ثلاثة بدأت سيماته تبان نار ما الله لا وسيماته يعني يا أبو عون نحنا كل سيزن أو كل فصل ليه سيمات معينة وبتأثر بجهة يعني مثلاً فيه الصيف أنا بتأثر بمناخة بمنخفض الاند المسلمين لما لقيه قبل ما يبدأ الصيف بحوالي أسبوعين أو أكتر شغال بدأ يجي عليها آآ ده أنا بدأت الصيف مظبوط آجي على مثلاً آآ الخريف آآ آآ باجي منخفض السودان المسلمين اللي بيعمل للسيول المفروض إن أنا أبدأ في اتنين وعشرين سبتمبر ألاقيه قبله بأسبوعين ثلاثة بدأ يعلم سيول 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 فأقول لأ إحنا نقف بقى هنا ونشوف هل الموضوع ده حصل في تغيير ولا لأ طب الوصف الأول شكله إيه والبداية الفصول تغيره طالما غيرتش طبعاً هم طبعاً آآ دي شغلتهم وحايدوا وفي الآخر يقولوا لي آآ آآ وصف مناخ مصر الجديد إيه آآ زي على فكرة الكلام ده كله بتعمل حالياً في العالم كله بدأ يعمل الكلام ده كل واحد بدأوا التوراة مناخية خلتهم يفكروا كلهم يفكر فيه آآ وصف مناخ بتاع بلده إيه هل هو مستمر على الزمان اللي هم واخدين عليه ولا تغير فكل بدأ إيه لأن المناخ كله بتاع مصر بتاع العالم كله تغير كويس المضافة عند مناخ مصر الصيف سخنة أوي على غير العادة إيه اللي حصل آآ شوف حضرتك شوف حضرتك ولا مش عرم السادقة لا لا دي حقيقة دي حقيقة فعلاً إن إحنا آآ بدأنا آآآ إن كانت الحرارة ماليتش قوي بس نصب الرطوبة علية قوي آآ وهنا المشكلة لأن الرطوبة هي اللي بتديك الحساس بحرارة أكتر آآ فبدأنا يعني تحس إن انت بقيت آآ شبه مناخ الخليج آآ بس بيفرق بقى إن الحرارة عندي بتعلاش قوي زي الخليج يعني الخليج دلوقتي وصل خمسة واربين وستة واربين وسبعة واربين أنا عندي أقصى الزباح ده أقصى حاجة أو في الصيف ده لحد دلوقتي أقصى حاجة اربعين اللي هو النهاردة جمع اللي هو يمجمع وقبل كده جت مرة مع بداية الصيف آآ لكن بس النصب الرطوبة بقى إحنا ما عدناش الاربعين لا 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 هما ليه الكلام بتاع 48 وإيه الحق ده بقت 50 وإيه الحق ده بقت 50 وإيه الحق ده الموبايل مسجل لرقم كذا إيه ده شوف فقا حوالك نتكلم معلها حتة البزاة العربية دي أنا اتكلمت فقا أكتر بمرة السنسور بتاع العربية والحساس بتاع العربية بيقس حوالين العربية طيب العربية دي ميش فيها مطول بطال الحرارة آآ ومش فيها الساج بيمتص للشمس وميبطال يشعه صحيح والإزاز والإزاز أنا ما قدرش حت إيدي على ساج العربية كان بطل عربية تيتيتيت طب نوار فكل دوا فبيبتالي هو بيقس حوالين العربية العربية حولها علي جددا لكن أنا بقيس درجة حرارة الهواء زي ما شفته ودخلنا الكشك والحاجات الجوية وفقا تعليمات المنظمة العالمية العربي يعني الاكباء جديد دي موديل عالمي